اشهد اهالي منطقة المصلى في كاركوك بالمشاريع الخدمية التي قدمتها ادارة المحافظة لهم من خلال تبليد الشوارع وانشاء الحدائق ومد شبكات الصرف الصحي مؤكدين ان منطقتهم لم تشهد مثل هكذا خدمات منذ عقود خلت متابعة ادارة محافظة كاركوك المستمرة للمشاريع الخدمية وتنفيذها في مختلف المناطق تعكس النتائج الايجابية التي يلمسها المواطن كما هو حال منطقة المصلى لم تشهد منطقة المصلى اي خدمات منذ زمن ولكن خلال هذه السنتين حدث تغيير كبير في الشوارع من طبليط الشوارع والارصفة في كل مكان وفي كل منطقة احنا ممنونين من المحافظة قام بتعمير خلال هذا السنة والسنة السابقة بالنسبة للطبليط من منطقة المصلى وجميع المناطق تبلطت وارصفة جاهزة حد الآن ونحب تصير تطور سابقا مثل ما يقول سابقا تطور ماكو بس هذا قام يبدأ تطور عندنا بخصة من منطقة المصلى هذا هو الشارع الرئيسي المحاذي لمنطقة المقابر في المصلى كل سكان كاركوك يعرفون كيف كان هذا الشارع وما هو عليه اليوم المصلى من اقدم المناطق في مدينة كاركوك وقد عانت الاهمال وسوء الخدمات لعقود من الزمن ولكنها اليوم تنعم بالخدمات لاهتمام ادارة المحافظة بما تحتاجها تلك المناطق قبل ذلك كانت احيانا مهملة ولكن الان اصبحت جيدة جدا ونحن نقدر جهود ادارة المحافظة لما قدمته ما تقدمه باستمرار الخدمات في المنطقة جيدة من حيث الطابلية الشوارع والساحات والارصفة نثمن جهود ادارة محافظة لما تقدمون لنا من خدمات تستمر حملات تنفيذ المشاريع الخدمية وفق جدوى المذروس تشرف عليه ادارة المحافظة وتدعم كل ما يخدم المواطن على اكمل وجه فارس الماجد فضائل